ولا ايه؟ خب بالك عشان الوات ده ممكن يبقى مكمر حاجة هنا ايوه يا جماله فلاسفر شافتك النهاردة في التيفي قاعد في النجل الزي الامر انت بترونه مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده انت بتقول ايه؟ مخمد عليك لاي جامد كده في عادتك طلباتك يا جوجل يوه؟ لسه قال طلباتي لحد وزعك ما تتكلم يا لأ عايزين شريط أصالك جديد عايز ننصيبي طبعا يا باشا وانا شاطر وجايب شنطتي معايا الله واحنا كل شوية نرفع على بعض اسلاح ولا ايه؟ دي دبان جاميري وقت في ايدي بالرنج بالغلط يعني الله ده انجليزة اهوه قولتا جابها للباشا هدية والنبي ابن الهدية وانت اولى من زوجاتي والزئب زوايف برافو صابر تتكلم بجد انجليزة صح؟ موت باي مئة عشرين الف جنيه دفهم لحسابي خليهم مية يا صابر عشان خاطر يا دي النيلة بقى طب خلاص المية اللي حاكم بهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف هتو هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا قد؟ واحد واحد ايه؟ قصد يقولك مية الف يا باشا مية الف جنيه؟ جنيه يا باشا ده من يوم ما عملو فضة ويا دوبة كبيرين يرديك يصدعني؟ مية الف اخدر يا باشا واحنا عنسوين براحتنا حق ولا مش حق يا روحة؟ حقك طبعا اهو؟ هو ناس انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يا مين بالله؟ لو ما خدت حق بالاخدر لا اخد البيت دي راهينا خلاص با اخد البيت دي راهينا لخد ما الفلوس ما تجه قاعد يالي يا باشا مباك بعدين بقى قاعد انا اكتب لك شيء بخمسين الف اخدر والباقي حضمه لك على العملية الجديدة من ايه من عدمها يا غالي؟ العملية الجديدة مقفولة بالضبة والمفتاح المقفول يتفتح قرصتها والقب كله بيفكه بالصبر يعني مبارك ويقولة مين؟ كله في البسين بيليه؟ على جرال الله فيه؟ انت تعطت رقعلي في الكلام يا عمي لا هرقعلك ولا تسرفانلي شل ده من ده يرتاح ده عنده وبلاش تتليه قاعد بس يا صابر يا عمي ما هياشها الراجل بتاعنا برضو والليقه منو نلمو احنا انت شاف كده يعنيه؟ طبعا طبعا عشان خاطر الراجل الطائب ده اللي اول مرة شوفه خلينا في المهمة يا صابر العملية اللي جاية حتتم في مطروح وهناك كل متر ونص كمين وخايف لنلبس الطرح قصدك ألبس انا فيها طرح اول ما تخلص العملية الجديدة فلوسك هتبقى جاز على داير المليئين وعد وعد طيب يا بريلز خد بقى مني الكارت الجديد صابر الجوجل واللحظة الحقيقية عشان لو احتاج تاني دا الاميل وانتش غريب برضو واحد تسمع لي داخدى التاني انتو صارke مانتو زي الفولة هiono يعني لاقل في يا يا دكتور وانتي كمان زي الفل خلاص يبقى العف السرير نيجيب قوضة نوم جديدة يا لول في ايه يا دكتور؟ كيميستري بالبلدي كده الكيمية بتاعتكم مش راجبة على بعض يعني لو انت اتجوزت واحدة غيرها اكيد هتخلف ولو انت اتجوزت واحد غيره هتخلفي طبيعي ايه وسعيد هنكتب الوقت باسمك انا مقدرش استغمع عني يعني موضوع الخير فهو مستحيل بصراحة الامل ضعيف لكن ما عندناش حل غير الصبر وكل حاجة بيطرقها يا رحمة كرامة يا رحمة 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 نحن في أحسن حال ياه يا ولا يا صبر زيك يا صبر ده أنا كنت حبيت حب صدق بالله لا إله إلا الله أنا بحيبك أكتر من صبر اللي أنت بتدور عليه وما لقتهوش ده بسحابي لا والنابلة تسحابي بس يا صبر بقى يا بيت والله الدكتور قال في أمل أما أنا جاي بك أنا بتطرابك يا ورع ليه إنجزي بقى عشان نحلل اللقمة يعني أنا معي بقى صبر بقيت أرض بر يا لولي كله بيضرب بنا ما بتعيبت غير عالصم والصرب يا هورسان جوداد نحتسبه عند الله شهيد ده اللي أبركت عليها هينطفل والنابلة تغيدي عشان خاطر مش عايزة يا صبر تقدر بيليك تبقى شربة لا بس بقى هلحوين الشاي من يد ما نعدمها إيه الحلاوة دي وعيدك زيه إيه هنفضل كده مقضينها مسلسلات تركي ولا في ورقة ما بيننا ولا حتى دبلة في إيدي إيه مالك فايرة في حوارك كده ليه انت في حد مسخنك عليها يا بيت أيوه سيمقل لجواي وقالتلي كمان ان انت لو يتقلبها اخناقة دلوقتي عشان تزوغ مني هتكتب علي يا فاروق ولا شوف حلانة آه ده في حد تاني بقى ركب على الخط سبت وحد واثنين وحيات يوبا فيه ايه يا جماعة صوتكم جاب لآخر الشارع خش انت جو هشوفهم أنا يا روقة الليل دخل مش مراك شغل ولا ايه يلا رحوا غاية يلا يلوه دم ده يكفي ايه ابن عمك سيق الهابا وانا بصريح العبارة كده بقى جايل لي عريض اوبا عايزة دخالي غريب ما بيننا طب افرطلع شمال يلوطنا ده حتى شمال في شمال في شمال ما تودكيش في حياتك هتجيبك قدامه قولك نفسي لهاري انتي درسة بأمريكا واحد عارف يا صبر البيت هي باديزة علينا مني قوي عشان ما خدتش بخاطرة في موتة امها صبر انت معايا بس عادي هي برضو ما جاتش في موتة امنا صبر انت سمعني ولا لا بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه الله انت بسمعني يا خالص يا صبر تباً لسطحية سكنت حقول البشر يا دنيلة السودة يا دنيلة السودة مش عارفة تأمل مع نفس لحظة يا ست الناس طول ما قاعد قدامك وبصصلك وبمزاجي مش لازم تسمعني انت شايفني انت فهمني انت فاهم والتعامل مع وش علينا ورشي انت كيف وبعدين فتكوباية الشاي اللي انا طالبها وانا حلوة كده مالك يا راجل هم انا يعني مش عارف فطفاة واخد رايحتي معاجبك المتين انا بقى تابعي كده خلاص اطبع انا برا اه قولي بقى عارف كل اللي انت فيه ده من ايه ايه من الحشيش كل يوم تصرف تلتو ميت ربعمية جنيه كان زباك دلوقتي عندك فلا يا عمان انا مش شبتش الحشيش ده كان زمان عندي فلا اه طب انت بتشاب حشيش لا معنديكش فلا ليه ام يا بقى فز فزي بتعملكم بات شاب فلا كان رحتيني في الحشيش تعال يا غندور غندور شاكله اتسطط ام يا به